بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين أحبتي في الله القرآن هو المؤجزة الخالدة التي أيد بها الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلمة قرآن تبدأ بحرف القاف وقد استعمل الله سبحانه وتعالى حرف القاف في القرآن مرتين كحرف نوراني في فواتح سورتين أولا سورة الشورى بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف ثم في سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد العجب في سورة الشورى تكرر حرف القاف 57 مرة وفي سورة قاف تكرر حرف القاف 57 مرة أيضا ولكن لماذا تكرر حرف القاف؟ وهو أول حرف في كلمة قرآن 57 مرة فكلمة قرآن تتكون من أربعة حروف إذا أخذنا حروف كلمة قرآن مع التراتيب الهجائية فلدينا حرف القاف ترتيبه الهجائي 21 الراء عشرة الألف واحد والنون 25 ومجموهة التراتيب يعطينا 57 وكما رأينا فحرف القاف تكرر في السورتين 57 مرة سبحان الله نعم فمجموه التراتيب الهجائي حروف كلمة قرآن هو 57 و57 يساوي 19 في 3 19 هو عدد آيات أول صورة تنزلت وحيا وهي صورة العلق وثلاثة هو عدد آيات آخر صورة تنزلت وحيا وهي صورة النصر وكما رأينا فحرف القاف استعمل كحرف نوراني مرتين في صورتين الشورى وصورة قاف وتكرر في كل صورة 57 مرة و57 زائد 57 يساوي 114 و114 هو عدد صور القرآن سبحان الله الأعجب أن حروف اسم محمد صلى الله عليه وسلم أي الميم الحاء والدال تكرروا في الصورتين بالشكل التالي ففي صورة الشورى تكرر حرف الميم 297 مرة والحاء 51 مرة والدال 64 مرة ومجموعة التراتيب يعطينا 412 أما في صورة قاف فقد تكرر حرف الميم 115 مرة وحرف الحاء 26 مرة وحرف الدال 58 مرة والمجموعة يعطينا 199 وإذا قمنا بجمع العددين 412 زائد 199 يساوي 611 و611 يساوي 13 في 47 و47 و47 هو رقم صورة محمد وقد تنزل القرآن على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذن فأول حرف في كلمة قرآن هو حرف القاف وحرف القاف استعين مرتين كحرف نوراني في صورتين صورة الشورى وصورة قاف وتكرر حرف القاف في هاتين الصورتين أي الشورى وقاف 57 مرة ومجموعة ترتيب الهجائي لحروف في كلمة قرآن 57 ومجموعة تكرار الحروف الثلاثة لإسم محمد صلى الله عليه وسلم في الصورتين 611 الذي هو من مضاعفات العدد 47 و47 هو رقم صورة محمد الذي تنزل عليها القرآن سبحان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة